من جديد يعود خطر الميليشيا إلى تهديد الملاحة الدولية هذه المرة باستهداف سفنة بحرية تابعة للتحالف العربي قبالة باب المندب وذلك بحسب وكالة الأنباء التابعة للميليشيا وهو ما لم تؤكده أو تنفيه قوات التحالف العربي حتى الآن لكن تأكيد الحادثة أو نفيها لا يقلل من شأن الخطر المتاخم لأهم طرق التجارة البحرية والذي قد يتعرض لمخاطر في أي وقت طالما بقت الميليشيا في أماكن تواجدها وفي ذلك شواهد كثيرة نفذتها الميليشيا خلال الفترة السابقة الفارق هذه المرة أن الهجوم جاء بعد معركة دبلوماسية كبيرة جرت في الأونة الأخيرة بين الميليشيا والشرعية حول اقتحام الحديدة وتأمين مينائها وشريطها الساحلي لكن معركة الأروقة السياسية تلك ظلت بلا نتائج ملموسة برغم العديد من الحلول والمقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي والتي من ضمنها وضع الميناء تحت إشراف الأمم المتحدة وبعد ذلك تسليمه لجهة محايدة لم تدخل في الحرب وغير ذلك من المقترحات التي ظلت حبيسة الأوراق نتيجة تعنت الميليشيا الشاهد من هذا وذاك أن الميليشيا لا زالت تتواجد في أماكن حساسة بالنسبة للإقليم والعالم وأنها قد تقدم على أي تهور ما لم تتغير المعطيات على الأرض وتفقد السيطرة على تلك الأماكن الهامة